موسيقى وحلا رح يكون معنا صهيب الممني في عجلون لحتى نعرف شو آخر الأخبار في محافظة عجلون صباح الخير صهيب صباح الخير لكيرانيا ولي جميع السادة المشاهدين بالفعل نتواجد الآن في الشمال من محافظة عجلون تحديدا من منطقة مثلة صخرا محاذية لرأس منيف والتي يبلغ ارتفاعها 1120 متر فوق سطح البحر منذ ساعة تقريبا بدأ تساقط زخات من الثلوج فوق مرتفعات عجلون على إثرها اتخذت مديرية أشغال عجلون إعلان حالة الطوارئ القصوى وتم تقسيم الفرق إلى سبعة أقسام في كافة أرجاء المحافظة حالة الطرق الآن سالكة بصعوبة إلى غاية هذه اللحظة لا تزال زخات الثلج تتساقط فوق المرتفعات الجبلية في محافظة عجلون ولمعرفة حالة الطرق سينضم إلينا مدير أشغال محافظة عجلون المهندس حمزي المومني مهندس صباح الخير صباح الخير ألا وسهلا صباح الخير لكافة مشاهدين على امتداد وطرنا الحبيب مهندس بداية بدنا نحكي عن خطة الطوارئ اللي واضعينها تقسيم الفرق وأيضا ما هي كميات الهطول وما هي حالة الطرق يا سيدي احنا عندنا بغرفة عمليات عجلون خطة الطوارئ معدة ومسبقا وتم تقسيم هذه الفرق إلى سبع مجموعات موزعة على كافة طرق المحافظة بكافة الاتجاهات ومنذ ساعات الصباح الباكر هذا اليوم تساقطت الثلوج على مختلف مناطق المحافظة والحمد لله وتم تحريك جميع الآليات حسب الخطة الموضوعة مسبقا والحمد لله الآن الوضع بشكل ممتاز جيد الطرق سالكة ولا يوجد أي مشاكل هل هناك أي إغلاقات مثلا مثل مثلث عبين يشهد حالة من تجمع المياه مثلا أو ما شابه لأنه هو يعني أصبح له مسلسل في كل مرة لا 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 يوجد أي تجمعات حاليا على مثلث عبين زي ما بتعرف أنت لما بتساقط الثلوج ما بيكون في كثافة الماء لأن الثلوج تذوب ببطء وكمان بنفس الوقت عندنا المضخة تعمل بشكل ممتاز ولا يوجد أي اشكالات والحمد لله حالة الطرق بشكل عام حالة الطرق منتازة والسير سالك ولا يوجد أي مشاكل والأمور طيبة والحمد لله شكرا جزيلا لك مهندس حمزي المومني مدير أشغال محافظة عجلون نعم شهدت تقريبا منذ ساعة الصباح الباكر محافظة عجلون وعدة مناطق في محافظة عجلون منها رأس منيف وأيضا قضاء الجنيد ألا وهو عبين وعبلين وصخرة تساقط لزخات من الثلوج لا تزال مستمر حتى هذه اللحظة جميع الطرق بحسب ما صرح به مدير أشغال محافظة عجلون سالكة في محافظة عجلون وهناك سبعة فرق مقسمة في جميع أو كافة أرجاء المحافظة للعمل على فتح الطرق إذا حدث هناك أي إغلاقات هذا كل ما لدي من هنا من محافظة عجلون عودة لكم في ستوديو دنيا يا دنيا إذن من عجلون شكرا جزيلا لك صهيب المومني شكرا جزيلا لكل مرسلين رؤيا الموجودين بهاي الظروف الصعبة اليوم في الميدان دائما تعودنا عليكم أد المسئولية لحتى تكونوا أقرب إلى الناس وأقرب إلى الحقيقة وأقرب إلى الحدث مية بالمية مثل ما شهدنا هلأ كنا بمحافظة عجلون وأكيد رح ننتقل للعديد من المناطق المختلفة بتغطية مباشرة مع مراسلين المتشرين في كافة أنحاء المملكة مثل ما عودناكم رؤية دائما الأقرب إليكم والأقرب إلى الحدث دائما منعطيكم التفاصيل أول بأول ومن قلب الحدث دائما منوضح لكم الصورة كاملة إذن من محافظة عجلون رح نروح إلى موقع آخر وأحد مراسلينه اللي صار حاضر في موقع آخر وسنوا فيكم بالتفاصيل والآن سامي جروان موجود في طريق المطار لا يطلعنا على تفاصيل كيف عم تكون بطريق المطار أوضاع الطرق قليل أن تابع صباح الخير صباح الخير يا سامي صباح الخير لين ورانيا إحنا الآن موجودين في طريق المطار بالقرب من وزارة الخارجية منذ صباح شهدت المملكة يعني زخات متفرقة للأمطار الآن عادت هذه الأمطار للتساقط بكثافة متوسطة وأيضا منذ ساعة تقريبا أيضا هطلت بعض زخات الأمطار المصحوبة بالثلوج لأنه لم يحدث تماسك طبعا يعني بسبب هذا الامتزاج بالأمطار والثلوج كما أعلنت دائرة الأرصاد الجوية وموقع تقص العرب من المتوقع أن يبدأ اشتداد هذا المنخفض وسقوط الثلوج يعني خلال مساء اليوم أو ما بعد ساعات عصر اليوم حالة الطرق انسيابية ليس هناك أي تعطل لحركة المرور الأجواء باردة حقيقة وتتفرق زخات الأمطار بين الحين والآخر هذه المنطقة يعني حقيقة قدمنا إلى هنا منطقة مرتفعة قليلا إذا ما كان هناك فرصة لسقوط الثلوج أو الأمطار إلا أنه يعني لأعلم إن كانت تظهر بالصورة كميات الأمطار التي تسقط في هذه المنطقة يعني هذه الأجواء حقيقة لين ورانيا سنبقى معكم لنطلعكم على ما يستجد على الحالة الجوية جروان شكرا جزيلا لك إذن يعني مثل ما عم بيحكونا مراسلين أو تحديدا سامي الآن اللي موجود في طريق المطار أنه الطرق انسيابية وقعد عم بيحكي أنه الشوارع إلى حد الآن سالكة ونحن مش عم نعاني من أي نوع من أنواع الحوادث أو حتى الاختناقات المرورية هو كان على منطقة يعني عالية إذن نروح لمنطقة أخرى وتحديدا غرفة التحكم في أمانة عمان الكبرى ومن هناك بنضمننا الزميل أسامة العدوان أسامة صباح الخير صباح النور لين وصباح النور أيضا للمشاهدين أنا موجود حاليا في غرفة التحكم الرئيسية للعاصمة عمان وغرفة التحكم التابعة لطوارئ أمانة عمان الكبرى هذه الغرفة تدير العاصمة عمان وتدير كافة الطرق وتدير كافة عمليات الطوارئ خلال المنخفض الجوي وحيث أعلنت أمانة عمان من ديوم الجمعة الماضي الطوارئ المتوسطة تباعا إلى وصلت إلى حد الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية نشرت العديد من الآليات نشرت العديد من الكوادر البشرية نشرت العديد أيضا من المواتير الشفط من الجرفات والآليات للتعامل مع الظروف الجوية التي تعم المملكة وتحديدا في العاصمة عمان و22 منطقة التابعة لها للحديد أكثر عن خطة الطوارئ وتفاصيلها ومدى تطبيقها على أرض الواقع سنستعرض هذه الأبرز التفاصيل مع المهندس وليد لعموش مدير الصيانة في أمانة عمان يطلعنا أكثر عن تفاصيل الخطة المعدات والآليات والطرق التنفيذ هل لديهم شكاوي حتى هذه اللحظة أم لم يتبلغوا حتى هذه اللحظة صباح الخير مهندس الله يعطيكم العافية جهودكم مشكورة نعرف هناك في تخبط لدى مواقع الأرصاد في الحالة الجوية التي تعم المملكة ولكن ما هي إجراءاتكم التي تمت اتخاذها منذ دخول المنخفض الجوي للعاصمة عمان وأيضا منذ دخول المنخفض الجوي للمملكة صباح الخير وصباح الخير أخوة المشاهدين أعلنت أمانة عمان الكبرى من يوم الجمعة حالة طوارق المتوسطة استنادن إلى النشرات الجوية بالأمس تم إعلان حالة طوارق القصوى اعتبارا من اليوم بناء على ارتفاع شدة المنخفض وطوقعات بهطولات مطارية وثلجية على المرتفعات الخاصة الغربية من عمان الحالة القصوى في أمانة عمان تعني أنه في الكوادر والآليات نحن بس خلينا بما أن نتحدث عن الكوادر والآليات نستعرض زميننا المصوري يستعرض لنا بعض المعدات والآليات والكوادر البشرية اللي موجودة عندكم اليوم جاهزة خليها تأخذها الكاميرا ونستكمل باقي الحديث عن خطة الطوارق بشكل مفصل نعم خطة الطوارق القصوى نحن الآن في غرفة عمليات الرئيسية في طوارق أمانة عمان هناك أربع مراقز انطلاق للطوارق القصوى بالإضافة لغرف عمليات المناطق 22 منطقة الآليات مجهزة عن الكاسحات عبد السوليد بس حتى نطلع السادة المشاهدين أكثر تحدثنا عن 22 منطقة تتبع لأمانة عمان هذه المناطق نحددها نحدد غرف العمليات فيها كيف تم التعامل من خلالكم مع المنخفض الجوي على أرض الواقع ومن خلال الآلياتكم؟ زي ما حكيتك عنه هنا في غرفة العمليات الرئيسية وأربع مراقز انطلاق بالإضافة لـ 22 منطقة مدير المنطقة والكادر معاه هو غرفة عمليات الشكاوى بناء على الجولات الميدانية أو عن غرفة الطوارق اللي بيطلقوها يتم إرسال الملاحظات للمناطق ومراكز الانطلاق مراكز الانطلاق مهيئة من خلال المعدات والآليات الموجودة فيها من القلبات والكاسحات واللودارات بالإضافة إلى ورش الميدانية والمواتير المياه ومواتير الشفط بالإضافة إلى موجود الكادر البشري من عمال الصيانة وعمال المائية لتفقد المناهل وتفقد الحفر مهندس وليد نستعرض احنا تحدثنا عن معدات شفط تحدثنا عن جرفات واليات بعيدا عن الكوادر البشرية تنظيف لبعض المصاريف المياه ومراكز تجمع المياه هناك نقاط سوداء في العاصمة عمال تعاني من كل منخفض جوي بحالة بالإرباك بحالة من الغرق شهدناها بالمنخفض الماضي كيف يتم بالتعامل معها اليوم؟ نعم ما بنسمي نقاط سوداء من المناطق حارجة خلن نحكي عليها نحكي على شعرق قريش شعرق قريش مراقب من يوم الجمعة بالآليات وعن مواتير الشفط عمال بتفقدوا المناهل الكادر المنطقة والكادر المائية بتفقد جميع المناهل من ناحية تنظيف بالإضافة لأن هناك نشرات إرشادية قامت في أمانة عمال للأخوة التجار بأخذ الحيطة على المكتلكاتهم وبضائحهم هذه النقطة الحارجة في شعرق قريش بالنسبة لشعرق دوار السابع جينيفا هو مراقبة على مدار 24 ساعة من كوادر أمانة عمال بتوفر فيها آليات ومواتير شفط وتنظيف المناهل بأول تحسب لأي تراكمات بالإنها الأمطار تحدثنا سابقاً أمانة عمال بهذا المواضيع هناك حلول جذرية بهذا الخصوص إن شاء الله خلال الشهر القادم أو الوراء أنه يكون في حل كامل لهذا الموضوع إن شاء الله نرجع شوي إلى نستعرض باقي المناطق في العاصمة عمال بعيداً عن المناطق الحرجة كما تسموها أمانة عمال بعيداً عن منطقة وسط البلد تحديداً وشارع قريش ومنطقة السابع نستعرض باقي المناطق مناطق مرج الحمام المناطق الغربية خلدة لعل علي شارع الجامعة السويلة حاي برضو مناطق هناك فيها تساقط للأمطار كيف يتم التعامل مع هذه المنطقة؟ نعم بالنسبة لتساقط الأمطار والغزيرة خلني أحكي في مناطق عمالة عمال الكبرى إعلان حد الطوارئ القصوى يعني أن العمل على مدار الساعة بكادر أكبر وبعليات أكثر التعامل معها من خلال الملاحظات التي تورد لمركز الطوارئ إن كانت ملاحظات تعلق بصيانة الجوار من مساء يوم أمس كغرف الطوارئ وغرف التحكم الرئيسية ورد ملاحظات من قبل العمانيين لغرفة الطوارئ بإنسداد أو إغلاق لطرق أو مجاري وتصريق مواقع تصريف المياه؟ معظم الملاحظات كانت يردنا هي 75 ملاحظة إلى صيانة بعض الجوار صيانة بعض الجوار وبعض الملاحظات تجمع مياه الأمطار وملاحظات روتونية بسبب الموسم المطاري الجاهزية عالية والهمة عالية؟ نعم الجاهزية عالية والهمة عالية والشباب على الاستعداد للعمل لكم ملاحظات على مواقع الأرصاد الجوية؟ لا لا الأرصاد الجوية نحن نطلقى النشر الجوية من دارة الأرصاد الجوية نقرأها متماعها نحن نأخذ منها الحد الأعلى للتوقع وعلى أساسه أن نعلن حد طوارئ القصوى في أمانة عمان متى ستستمر حالة الطوارئ؟ حد طوارئ مستمرة مبدئية اليوم الجمعة وممكن نزيدها لحد الآن حد طوارئ القصوى شكراً للمهندس وليد المصري وكافة طواقم وكوادر أمانة عمان البشرية المتواجدة في الميدان حقيقة هناك جهود مبذولة كبيرة جداً من قبل الكوادر البشرية من قبل المدراء التنفيذيين في الميدان للتعامل مع الظروف الجوية التي تعم العاصمة عمان وتعم أيضاً مختلف مواقع المملكة هذه تفاصيل الخطة الطوارئ التي تعمل على تنفيذها أمانة عمان على أرض الواقع في مختلف المناطق و22 منطقة تابعة لها حتى هذه اللحظة الخطة تسير على ما يرام لا بلغات لا انهيارات جميع الأمور تسري كما يرام وكما مخطط لها أيضاً من قبل كوادر أمانة عمان الآن العودة لكم إلى الستوديو نعم شكراً جزيلاً لك أسامة العدوان كان معنا من أمانة عمان الكبرى وأطلعنا على جميع التفاصيل شكراً أسامة وشكراً سامي وشكراً أيضاً صهيب ولجميع مرسلين الموجودين 24 ساعة اليوم معنا لمواكبتنا بآخر التطورات في شوارع الأردن الحبيبة